احنا بنعرف دايما انه الاشخاص لوي الاعاقة هم بتحدوا هم ناس منجزين جدا في حياتهم ومتفائلين ومريانين جدا بالخير والبركة واحدة من الشخصيات الجدا جميلة والمعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والناس بتشوفها دايما في مؤتمرات بيروح السمحة بطاقة الايجابية بكل الحيوية اللي هي بتنشر في المكان ما عشان صاحبتي والله بقول الكلام دا لكن حقيقي هي بطاقة سمحة شديد هي عضو مؤسس وامين اعلامي لمنظمة نحنا عشانكم الخيرية وهي مؤسس مشروع نحنا نتدرب عشان نبنيه وكوتشي معتمد لمركز الثرية لتدريب ومدربين معتمدين وعضو مساعد مشروع ملتقى المنظمات التطوعية ومتحدة تحفيزية وسفر العمل الطوعي للعام 2015 وعضو مؤسس المشاركة لسلسلة تحدي وإرادة وعضو مبادرة شركة أمتئن للمحتوى الإيجابي وكما ناشطة في مجال حقوق أصحاب الإعاقة أهلاً وسهلاً وكل الحب لك دايماً وأبداً روان الجاك كيفك؟ أنا كويسة كيفك؟ حمدين الحمدين لالله يدي معلك يا رب نعمة يعني غلبيت الناس عارفة تماماً أنه كان لطابعة قصتك أنه في ظروف كثيرة أنت مرت بيها وفي تحديات قدرت تماماً تباتيها وعرفت تماماً تحقيقي ذاتك وكمان تكوني داعمة إيجابية لكل الناس لحولك حكي لينا عن روان الجاك القصة طبعاً زي ما أنتو قلتي أغلب الناس عارفينها هي شوية طويلة لكن أنا أختصر بأنه لما كانوا 16 سنة حصل لي حادث نتيجة الحادث حصلت لي إصابات وكسور نتيجة لي أخطاء طبية بقيت ذات إعاقة بموسمة واضح فالحاجة دي ما حصلت كنت طبعاً صغيرة جداً في السن ما كنت فاهمة يعني شو أصلاً إعاقة ما كنت فاهمة كيف في رمشة بتاعد عين حياتي تتغير وتتقلب فما كان عندي حال غير إنه أنا أقدر أتعايش مع الحاجة دي ويعني أحاول إنه أواصل حياتي ودل حصل معتقي الله يليك أتواصلي وتحافظي بنفس الطاقة سمحة شليدي أنت ما وقفت في حتة واحدة أنت ساعدت نفسك وساعدت الحوالينك بالضبط ونشرت الأمل ونشرت التفاول وليس بتعملي في الحياة دي أنت الليل عشان يعني قاعدة معاني هنا في الاستوديو عشان تواصلي الإحساس بتاع الأمل والتفاول كيف رسالة لكل الناس يقدروا يتخطوا اللي بيحصل في حياتهم غصباً علم بالضبط أدينا رسالة يمكن الرسالة إنه يعني الحياة ما ماشي على وطر واحد أو وطيرة واحدة دائماً فيه تقلبات فيه فوق فيه تحت مرات بنحس إنه هو التحت أكتر من الفوق لكن هو ما كده فهو ما في حال يعني أنت لازم تواصل حياتك لأنه دائماً عين للناس الأقل منك دائماً أنا بقول كده عين للناس اللي عندها ظروف أصعب اللي لسه بتحاول بتقوم من الصباح وبتعيش حياته وبتحاول إنه كما بقوله تطلع لك ما تعيشه فأعتقد الحاجة دي ممكن هي تكون حاجة واقعية ومليانة أمل إنه إذا الناس مواصلة فأنا حقاً دعم الشماط لازم نواصل تمام لازم نواصل بكل الطاقة وبيكل العزيمة والإسرار والتحدي وكمان الإرادة أنت شاركتي في السلسلة التحدي وإرادة واحدة من الحديث كانت جداً جميلة ومنتشرة عبر مواقع التواصل ويتماعي وتخلي كل إنسان كان بيشوفه هو لمساته فأعيزاك تحكي برضو عن مشاركتك وتدربتك في السلسلة أوكي سلسلة التحدي وإرادة هي فكرة جات بيني أنا وصحبتي أسرار العصام كنا قاعدين مرة كده ندردش في السوشيال ميديو فأقول إنه يعني إحنا دائما بنعاني يعني مثلا بيح تحصل لي حاجات سيئة في اليوم بقوم بمشي ببكي لأسرار أسرار أسرار بتحصل لي حاجات سيئة بقوم تجي تبكي لأي فإحنا تعبنا من الواقع تعبنا من الحاجات المموحية فقلنا ليه ما نكتب الحاجات دي على بروفايلاتنا وهي أصلا مثلا بروفايلاتنا في المجتمع شوية كبير نسبة لشغولنا الواسع في المجتمع فقلنا نكتب نوحد بحاشتاغ معين عشان الناس تقوموا دواصل معنا فدل حصل بدينا نكتب أي حاجة مثلا بتحصل لي بدلا أمشى بكير أسرار بيبكي للناس كلهم ونرببكم معاي أسرار بنفس الحكاية بعد شوية المجموعة كبرت وبدينا حوالي خمسة أو ستة أشخاص كل واحد بكتب في الحاجة دي زميلتنا ياسمين عثمان كانت معنا بتكتب هي برضو كلنا ذوي إعاقة فقالت إنه لا يا أخي ما نعمل الحاجة دي إيفنت الناس بدل تكونوا على السوشال ميديا تشوفنا على أرض الواقع وتسمع قصص التفاصيل أكتر فإلا نحصر وعملنا إيفنت كان لطيف جدا جدا وناس انبسطوا بيو خالص ولاقينا الناس من الناس لاقونا وعرفوا إنه مثلا القصص الإيجابية بتتكتب على السوشال ميديا دي ما بس كلام حلو بتكتبين ده دواقع إنه بنائش طيب روان أنا مؤمنة تماما إنه ما في حقر في الدنيا تمشي ما لم يكون في دعم دعم ده اللي بيخلينا نواصل بالتحدي وبالعزيمة والإسرار ويكون جوانا إرادة وعزيمة شو إحنا نوصل اللي إحنا عايزين نحققه الداعم دي روان منه أنا ممكن أكون محزوزة جدا في الحتة دي يعني أنا أهلي ما أقصر معي أصحابي ما أقصر معي والمجتمع ما أقصر معي يعني زي ما بقولوا الحاجة دي حصلت لي وأنا صغيرة ولو ملقيت الحب والإحتواء من أهلي ولو ملقيت التفاهم من أصحابي لزروفي لأنني أنا مثلا ما بقدر أطلع طوالي ما بقدر أكون متواصلة مع كل الناس وكمان من المجتمع أنه يا أخي أنا عندي حاجات بيقات ما زي زمن فأعتقد ده هو أكتر حاجة دعمة لأي ناس ألام طب يعني أنت قدرت تتحدي وتثبتي نفسك وتثبتي أن الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم دور وكبير جدا في مجتمعاتهم أكي وده اللي أنت عملتي ومعك أكيد طبعا مرموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنت قدمتوا حتى مبادرات وضميتوا ناس وزي ما أنا ذكرت أنت دائما بتنشر التفاؤل والطاقة والمحبة في كل مكان واحد يشوفك فيها فعايزة برضو أنه أنا يعني من خلال تجربتي كيف أنت قدرت تتحدي الحالي وكيف قدرت تتخطيها أنت طبعا يعني عملت حاجة حلوة شلوة عبيت نفسك من جو طاقة بس في ناس بتتعامل مع الأشياء بأنه خلاص وأنه دينهاية الحياة وفبرضو رسالة تاني للناس دي هو يمكن الحاجة الحقيقية اللي تخطي حاجة زي كده هي الوعي وعي الأهل وعيك أنت نفسك كشخص وعي المجتمع الحاولة لكن يا أخي هي نعم إعاقة لكن دائما بقول إنه هي يعني عمرا ما كانت إعاقة وبياننا بالعمل يعني الناس لسا قاعدة ولسا بتعمل وفي أشخاص دوي إعاقة جميلين جدا أنا حاولت نفسي بيهم هم كان الناس منجزين خالص خالص فأوكي هم منجزين أنا لي ما أنجز فهو دائما الناس بقول لهم إنه حاولوا نفسكم بالمجتمع الصح أي أن كان شكله هو ده اللي هيخليك إنك تقدر تطلع من أي حتة سيئة أنت قاعد فيها تواصل بنفس الحماص بنفس الطاقة واحدة من الحالات التي عملتها ترهتي لمواقع التواصل الاجتماعي واستفدت منها استفادة جدا جميلة ونشرتي فيها أفكار وغيرت فيها المجتمع بصورة إيجابية عايزة من خلالك برضو نحكي استخدامت لمواقع التواصل الاجتماعي هو طبعا في البداية كنت عادي زي زي باقي الناس ننشر أي حاجة نتمنت في أي وقت كل تفاصل لي لكن إنكي بعد ما حصل الحادث كنت أنا في حتة نفسية سيئة جدا فكنت بحاول أفتش على قصص إيجابية ناس تسمعني أنا أسمعهم يعني ديما بقولوا الوضع كان سيئة جدا فكنت أقرب حاجة لي التلفون بفتش دائما في الفيسبوك فما بلقي حاجة كده أنا مثلا أوكي أوكي ذي حاجة لأنا عزاها تعيد تشريت لحد ما لقيت محتوى أنا أقدر زي ما أقوله أصحى كل يوم الصباح عليه هو فلما لقيت لقيت إنه الوقت داكتر مع مدري جدا كان الحاجات بسيطة ما كتيرة فقلت لي ما أنا أبقى أنا ذات نفسي حتة الناس اللي جاءوا ليها صحف لما يكون حسين شعور سيئة لأنه أنا كنت هناك للأسف يعني تخطينا هناك حمز دليل وصلنا بحل سديد من نفس الحباس والبتنسة عم أتواصل يا روان ربنا يعني يفتح عليك إن شاء الله ويسهل عليك طريقي كدائما أنت أكوني نار حوام موفقة روان في المستقبل حابة تحقك شنو حابة توصل لشنو عايزة أغير السودان فحيسوني يكون مهيئ لذوي الإعاق نس الله عليك أنا تعبت نس الله عليك أنا تعبوا وأنا ضايقة معاناة صعبة جدا 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 في إنه الواحد زي ما بقولي يعني إمكانية الوصول إنه الواحد يلقى أبسط حقوقه زوال يقدر عيش حياته يقدر يطلع يقدر ينزل فالحاجة دي هي مدمرة يعني هي بالنسبة لينا أو لذوي الإعاقة هي حمز الحياة أو موت فأنا يا أقدر أطلع عيش الحياة وحاكم قاعد في سريري ميت روح غصبا معني ها أقعد بالضبط طيب يعني إن شاء الله رسالة توصل للجهات ذوي ذات الإختصاص ويعني نؤمن تماما بمقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إنهما قادرين تماما على التغيير هم ناس ومتركين لإرادة وهم ناس ومتركين لعزيمة وقادرين فعل إنهما يضيفوا كل السماحة والجمال تجاه المجتمع السوداني أنا بفخر بيك دائما يا روان وبسع جدا بولودك كل مرة حقيقة بتعبب بطاقة إيجابية ربنا يا رب يدي معلك نعمة ويحفظك إن شاء الله ويديك كل الخير ويحفظك مرة ثانية شكرا روان أتجاك شكرا دي كانت واحدة من التجارب سمحة شديد واحدة من الناشطات في مجال الإعاقة واحدة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان قصص كثيرة جدا مليانة بالإلهام ومليانة جدا بالإرادة ومليانة جدا بالتحدي حاولوا فتشوكينا عينوا حواليكم حتى نقول السودان دا مليان جدا بكمية سماحة مع عادية زي روان وغيرها كثير شديد نطلع فاصل قصيرهم بعد نواصل حلقتنا